من طفل اللاجئ هربت عائلته قصراً من العراق وعانى من صعوبة في تعلم الإنجليزية إلى وزير للمالية وأحد أغنى السياسيين في بريطانيا هو نظم الزهاوي المنحدر من أصول كردية عراقية والذي يريد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا عين الزهاوي وزيراً للمالية في حكومة بوريس جونسون بعد ساعات من استقالة وزير المالية السابق ريتشي سوناك تلقى الزهاوي إشادة كبيرة في عمله كوزير للقاحات إذ كانت بريطانيا من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا وفي 2021 أصبح وزيراً لتربية والتعليم في بريطانيا وحتى بعد اقتحامه عالم السياسة وصل الزهاوي مسيرته كرجل أعمال حيث شغل منصب رئيس الاستراتيجيات في شركة لاستخراج النفط والغاز وظل في هذا المنصب منذ 2015 إلى 2018 وبحسب بي بي سي فإن الزهاوي يعد من أغنى السياسيين في البرلمان البريطاني أثبت للعالم أن العراقي ورغم ظروف الحروب واللجوء إلى أنه قادر على أن يصبح سياسياً أو مسؤولاً بارزاً في أهم دول العالم المتقدم يعتبر الزهاوي أيضاً من المرشحين لقيادة حزبه المحافظين ومن ثم سيكون قد اقترب كثيراً من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء كما نقلت فينانشل تايمز عن كبار المحافظين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر